السلام عليكم ورحمة الله نتكلم اليوم نتكلم اليوم عن الاشارات التي تأتي بقرب الهدف وهي تثبيت ولا تفصل عن الدفين الا مجرد خطوات وهي ثمينة ويتمنى الكثيرين ان تصادفه احدى هذه الاشارات وهي واحد اي مجسم مقطوع الرأس او مقطوع احد اضلاعه فهو تثبيت والهدف تحته مباشرة كما هو موضح بصورة لاشارة الانسان اثنان السداية العمودية التي يكون السيال متجه للارض فهي تدل على مال الدولة الفائضة كما هو موضح بصورة ثلاث جرن جانبي قطرة اقل من خمس سم فانت فوق الهدف مباشرة وكذلك اي جرن مربع او مثلث فهو تثبيت والهدف تحته اربع مربط الفرس الجانبي والمنتظم هو كذلك تثبيت ومعناه قفل قد وصلت لهدفك بعد رحلة طويلة شقة خمس سيال جانبي نازل باتجاه الارض هو تثبيت للدفن ست اشارة اكس صغير جانبي كذلك الامر هو نقطة تثبيت والهدف اسفله او زائد متساوي الاضلاع فهو تثبيت ايضا سبع اشارة افع ملتفة على نفسها الهدف اسفل الصخرة والهدف غني ولكن يجب الحذر من الافخاخ عند فتح الهدف ثمان عقرب المتقابلين والمسافة بينهم صفر الهدف تحت الصخرة وهي نقطة تثبيت ولكن الحذر الشديد من السموم والافخاخ وكذلك سيكون الهدف على عمق قد يتعد ست متر تسع عقرب يلدغ نفسه كذلك الهدف تحته عشر اشارة حمامة او بطة او دجاجة راقدة ورأسها منحني للاسفل انت فوق الهدف مباشرة ولكن سيكون امامك عقبات وتمويه شديد للمدخل ولذلك لا بد من وجود خبير متمكن لتجد المدخل احد عشر شاهد القبر وعليه كتابة رومانية او يوناني تنسيكون الهدف تحته مباشرة وعلى عمق من اربع لست متر في بعض الاحيان اثنى عشر اشارة القلب الصغير الجانبي هو تثبيت لقبر انثى مرموقة وصغيرة السن والقبر بدافلة مؤمياء للفتاه وبعض المقتنيات الثمينة والحذر من السموم بالدافل ثلاث عشر فالقص الصخري المنتظم من شغل الانسان كذلك هو تثبيت واشارة واضحة لوجود قبر او مغارة او مدفن اربع عشر صليب نعكوس جانبي هو تثبيت لقبر راهب خمس عشر حرف تي او كي او اي جانبي يمت كذلك تثبيت لقبر راهب ست عشر جوم المدفنئيه اذا تواجد على حجارتها اشارات جرون او سيالات سيكون الرجم تكنيزي مدفني والهدف اسفله والندخل سيكون على حسب حضارة الرجم فمثلا لو روماني وثني ستجد الباب شرقي واما لو بيزنطي سيكون جنوبي واما اليوناني سيكون شمالي غربي واليهودي على اتجاه باب المقدس سبع عشر السيالين المتوازيين هدفهم في نهايتهم اي بينهم تماما اشارة السنبلة وشرط تكون معكوسة اي اعلاها للاسفل ان كانت جانبيه اما ان كانت سماوية ليست تفديت بل توجيه عليها قياس ثماني عشر الثلاث بصمات بشكل جانبي هدفا هن امامهم تماما تسع عشر لفعتين المتشابكات الهدف اسفلها عشرون العقرب بدون ارجل هدفه تحته واحد وعشرون اي اشارتين متقابلات خصوصا ثوات روح الهدف بينهما اثنان وعشرون الجمل البارك هدفه تحته لكن المدخل يكون باتجاه النظر ثلاثا وعشرون المربع المفتوح اي احد اضلاعه مفتوح هدفه بجانبه اتجاه الضلع الناقص اربعة وعشرون الجرن العميق الهدف اسفله الجرن البوري خمسا وعشرون اشارة حجمها صغير جدا كالصليب الصغير مقاسة من ثلاثة لخمسة سمتي مترا تثبيت خصوصا ان كان بسرداب او بئر الهدف مقابلة تماما اثنين ستة ضربة السيف هي تثبيت هدفها تحتها سبع وعشرون اي اشارة لحيواني مقطوع الرأس تثبيت هدفها تحتها هذه اخواني اهم الاشارات التثبيت به التي يجب ان ننتبه لها عند البحث واتمنى من الله تعالى ان يوفقكم ويرزقكم الرزق الحلال والى لقاء اخر شارك الفيديو مع اصدقائك واعمل ايك للفيديو